مجدي أن يوجد خبير لتطوير التحكيم أجنبي أفضل كتير جداً من المصري مش أفضل من المصري لا ولكن على الأقل حيكون عنده عدم رؤية الألوان يعني هتضمن حاجتين بوجود في أجنبي عن أي مصري أولاً أنه هو جاي مش عارف الألوان زي ما حضرتك قلت فإحنا ضمنين على الأقل مبدأ الشفافية تمام؟ المبدأ الثاني المهم جداً ضمنين أنه لما هيتكلم الناس مش هتقول لنا يا جماعة ما تمسكوش في بعض من الآخر يا جماعة لا دلوقتي الراجل ده اتكلم الرأي التحكيمي أنا وإنت خضعين لتقييمه بس أنا كرأي التحكيمي خضع لتقييمه اللي ممكن يبقى غلط فنقوله والله يا كابتن فلان انت غلطان بمنتهى الأدب والله يا مستر فلان انت غلطان والله يا مستر فلان احنا شايفين مجهودك مش كبير والله يا تحت كورة احنا شايفين الراجل ده يستحق أنه هو يقعد أو لا أياً كان بس يبقى الموضوع ماشي بالشكل ده مش ماشي انه خلاص الحكم غلط الحكم رده عليه كل ده ينعكس على 90 دقيقة متوترة جداً هنرجع تاني لو دورنا تاني في الساقية دي هنرجع تاني لمسألة انه الحكم نشتكي انه مستباح مستباح بكل الطرق وبعد كده نرجع تاني احنا نشتكي ان احنا بنتظلم تحكمياً كفرق كأندية كل الالوان ترجع تقول وما فيش معيار واحد يقولك مين اللي مصري حتى لو الاسم المصري على احترامنا لكل السيفي على احترامنا لكل شيء جي تكلم غصباً عنك هتخضعه لمواقف سابقاً هتجي تقوله والله يا كابتن ده انت قبل كده عملت كذا وممكن يبقى الكابتن نيته سليمة وإحنا ما نقدرش برضو نستثني المواقف السابق فالخبير الأجنبي الفكرة دي حلت كل ده وجربنا انها بتحل عندنا تحفوزات حتى احنا الناس اللي كانت متحمسة لتجربة مستر كلاتنبرغ كان عندها تحفظ على بعض الأشياء الخاصة بأداءه انه بيعمل ايه بيسافر ايه بس خلاص كده فيه سلم وعنده نقطة معينة بنقوله بعد اذنك ادينا 70% مش 50 60% مش 40 بس ما تنسفش التجربة كلها من جديد وترجع تاني تقول بعد اذنك احترم الحكم والحكم يقول بعد اذنك احترم قراري لأ ما انت ما تقلبهاش وتجي تطلبنا دايما ان نبقى ماشيين عادلينها فهي دي النقطة كابتان انا بتطفق معك جدا تجربة الحكم الاجنبي الخبير الاجنبي لحين الحالة المتوترة دي على مستوى سياق التحكيم والارأة اللي في التحكيم وما الى زيالك تنتهي تماما وتمام تعال نشوف نعملها مصر ازاي يعني لما الحكم المصري لما الحكم المصريين في فترة فترة الاسلاح مجاهد اداروا مباراة قمة ورا بعضيها كل التوتر كل التحفز اه كان موجود بس لما نجحوا حد قالوا انت نجحت انت ازاي تنجح لا كلنا نبسطين جدا ثلاث مباراة تحكمية بحكام مصريين بس الاسف التجربة بتستمرش تجربة بتكملش بيحصل دايما كرارات عكسية ليه عشان طلع كابتن محمد عادل في التليفون وقال لك كذا 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 فبالتالي وكابتن عصام طلع بعديه دافع عن نظرية الاحتواء لو تفتكروا يعني لو كان خرج بعدان هذا التصريح كان موضوع انتهى وكانت التجربة ممكن انها تستمر بالنسبة لحكام مصريين في بلات الاهو الزمال وكانت كل الحكام كمان كانت خذت ثقة كبيرة جدا وكان كله عاوز يطور من نفسه وشانه موجود في حدث كبير زي دوت وفي ماتشاته كبير دايما الحكم بيبحث عن راكوة العيب كرة وعارف انه بيبحث دايما انه حاكم ماتش الاهلي وحاكم ماتش الى زمال ويكون موجود في ماتشاته كبيرة ويظهر كويس هكذا